موسيقى إذن شهدت غدا الأسبوع الماضي حركة احتجاجية واسعة لأهالي والمتعاطفين مع قضية الجندي في قوات الأمن الذي قتل على يد قوات مكافحة الإرهاب رأفة دنبع كثير من اللغة دار حول هذه القضية لكن الجميع يجمع على أن الأمن في عدن منفلت وأن الميليشيا تسرح وتمرح فيها وتقتل وتنهب وتعمل ما تريد وهذا خلق بطبيعة الحال حالة السياء لدى المواطنين الذين خرجوا في مسيرات واسعة في شوارع مدينة عدن لم تتوقف واحتجاجات قام على إثري هؤلاء المحتجون بقطع شارع المعلى الشهير البعض فسر هذه التحركات الأخيرة بأن شرارة ستنطلق لمواجهة الميليشيات الممولة من الإمارات في شوارع مدينة عدن والمحافظات المحرارة مشاهدين دعوني صديف معي عبر الاسكايب الناشط عادل الحسني ليتحدث معنا عن طبيعة هذه التحركات الأخيرة التي تدور في مدينة عدن أرحب بك بداية معنا سيد عادل أرحب بك أخي الحبيب و بجميع السادة المشاهدين الكرام و بقناتكم الحبيب سيد عادل وأنت قيادي في المقاومة الجنوبية وخطة معارك ضد الحوثيين ولكتاريخ في ذلك كيف ترى الآن مدينة عدن بعد أن غادرها معظم قيادات المقاومة الجنوبية والله أخي العزيز عدن خرجت من مأساة ودخلت في مأساة أكبر دخلت في نفاق مظلم تخلصت من الميليشيات الحوثية على أمل أنها كانت تنشد الدولة ومؤسسات الدولة وحكومة المدنية والمرافغ والقضاء والنيابة لكن للأسف الشديد أتوا هذه العصابة الإماراتية أتت بمسلحين مدققين بالمدرعات والشاصات والدعم الإماراتي الكامل ليرتبوا لها خطة متكاملة وأجندة معروفة وللأسف كان أبناء عدن هم الضحية يعني تقاسم الناس بعد التحرير الأراضي تقاسموا المناصب تقاسموا الأموال تقاسموا المنحة الخارجية وكان نصيب أبناء عدن السجون السرية كان نصيب أبناء عدن القتل والسحل وقتل الدعاء والأئمة والتهجير طيب سيد عدن كثير من الأحداث شهدتها أيضا مدينة عدن خلال الفترات السابقة لكن ما الذي تختلف فيه هذه المرة قضية رأفة الذي قتل على يد قوات مكافحة الإرهاب وألهب تشارع للخروج ضد هذه العناصر التي قتلت لا هو نتائج طبيعي نتائج طبيعي هذا بلق السير للزبا أو بلق الظلم مدى وانكشفت الحقائق وتعرت الأمور وكان أهل عدن يقولون عسى والعلى ويجنبون مدينتهم أهل عدن ناس مسالمين أخ العزيزي لا يحبون أن يقطعوا طريقا ولا يأذوا مارا ولا أن يحرقوا في الشوارع لكن نادوا بأصواتهم للعالم كله أن المدينة تذبح من الوريد إلى الوريد المدينة أصبحت غابة عدنة تاريخية أصبحت غابة بيد وحوش لم يستقبلهم أحد لكن بعد مقتل هذا الشاب رأف الدنبع رحمة الله تعالى عليه يعني تحرك أبناء عدن وقلبوا وجوههم وصورهم فاستقبلهم الناس يعني في البداية كان الكل يضحق عليهم ويتمسخر حتى وصل الحال بالبعض أن ينكر القتل وينكر أن فيه شخص قتل فلما اشتدت الأمور واشتد أبناء عدن وتآزروا وتكاتفوا وتألفوا استقبلهم الضباط الإماراتيين وأرقموا هذا الجندي معهم يشران المقتلين أن يسلم القتلهم بالفعل وعدن هذه الليلة سيسلم القتلهم لوزار الداخل هل تعتقد بأن المشكلة ستنتهي عند هذا الحد سيتم تسليم القتل ويتم محاسبتهم وبالتالي يتم إخماد أي تحركات أو احتجاجات في مدينة عدن للخروج ضد هذه الميليشية الموجودة داخل مدينة أخي المشكلة القنائية هي جزء من المشاكل في عدن مشكلة عدن هي مشكلة سياسية بامتياز قيام الدولة وقيام مؤسسات الدولة ومنع الدولة من التواجد من الرئيس الجمهورية بالمحافظة المفلحة القديمة كل هذا هي سببت هذه المشاكل والأزمات والتي ستتطور وستصير إلى ثورة نحن لازلنا في مرحلة الاحتجاجات في مرحلة رفع المظالم للعالم نسمع صوتهم للعالم لكن ستتطور المسألة وستكون ثورة تقتلع هؤلاء الميليشيات ومن يمولهم من الاماراتيين سيد عادة تتحدث عن ثورة قد تندلع خلال ربما الأيام المقبلة أو في المستقبل وانتحد القيادات المقاومة الشعبية التي خرجت من مدينة عدن ما الذي يفسر غياب الأصوات المعارضة لهذه السلوكيات الموجودة في عدن سواء من الأحزاب السياسية أو من القوى المجتمعية وإن وجدت إنما توجد عن السحياء لا توجد قوى معارضة موجودة على الميدان أخي الكريم حتى أنا شخصيا عندما تكلمت في عدن كان مصيري السيقل لمدة عامين أو ما يقارب عامين فأي شخص سيبرز ويتكلم سيكون مصيره إلى قحيم سيكون مصيره إلى مجهول هذه عصابات هذه مليشيات لا ترحم ولا تعترف بغانون ولا بدولة ولا بدستور ولا ببرلمان ما هو الشيء الذي يضبطها ما هو الشيء الذي يحكمها يتحكمها عصابات يعني كل من سيعارضهم سيكون مصيره إما أن يقتل على أيديهم وإما أن يشقن وإما أن يهجر خارج البلاد وهذا هو الحال الموجود للأسف طيب في الجانب الأمني أريد أن أسألك سيد عادل عن وزارة الداخلية هل تعتقد أن بإمكانها فعلا ضبط الأمور الأمنية داخل مدينة عدن حتى وإن موجدت أي قوات عسكرية أخرى لا تقع تحت سيطرتها هل تستطيع وزارة الداخلية أن تضبط الإقاع الأمني داخل مدينة عدن أخي وزارة الداخلية تحدث قبل أيام قال هناك من ينازعنا السلك الأمني وزارة الداخلية ليست في البسطة نفوضها على المحافظة هذا هو وقع معروف عند الناس جميعا كل المربعات الأمنية الموجودة مربع الشيخ أثمان مربع البريقة مربع الكريتر مربع الأموالة تسيطر عليه هذه الميليشيات وتتلقى أوامرها عبر الواتس من الضابط الإماراتي يعني القتيل له عدة أيام والناس تصيح وتدى إلى أن وصل الشباب أمس إلى قرب المطار الإماراتي وتحرك الطيران الإماراتي وانزعق الإماراتيين وخافوا على أنفسهم مباشرة أعطوه أوامرهم لإسران المغطرية أن يسلم القتال هو بالفعل هو مستقيم لهم ويتلقى أوامرهم منهم لا يعترفون بوزارة الداخلية أخي العزيز هذه هي يعني القلب المشكلة في عدن أن هؤلاء القوم لا يعترفون بالدولة إلى نتيجة تقول الآن بأنه تم القابض على القتلة الموجودين لدى إسران المغطرية بعد هذه الاحتجاجات وأنهم الآن في قبضة الأمن هذا أعيد الشعال أخي يعني على الأقل نستطيع أن نقول أن الغضب الشعبي والاحتجاجات تؤدي في النهاية إلى نتيجة قلت قبل قليل بأنه تم القبض على القتلة الذين قتلوا رأفة دنبع وأنه الآن في قبضة القوات الأمنية بالفعل ولا أين قتلت الدعاء أين قتلت الأمة لماذا هذه القوة التي تحركت أمس المدرعات والشاصات والقوة الأمنية لماذا لم تتحرك يوما منذ ثلاث سنوات والدم يسير في عدن عندما بدأت مصالحهم في خطر تحرك هؤلاء فهؤلاء لا يتحركون إلا يعني كما يقول لا يفل الحديد إلا الحديد مع أن أنا أقول لك مرارا وتكرارا أن أهل عدن ناس سلميين ويحبون السلم ويحبون أن تعيش مدينتهم برخاء وسلام لكن كما يقال مكرها أخاك لا بطل عاد الله السلم والإستقرار إلى هذه المدينة الجميلة مدينة عدن التي بالتأكيد لا يحب أحد أن يراها بهذه الحالة أشكرك جزيلا شكرا الناشط القياد السابق في المقاومة الجنوبية والناشط أيضا سيد عادل الحسني مشاهد الكرام إذا كان هذا حال مدينة عدن خلال الأسبوع الماضي وكما قال فإنه تم إلقاء القبض على القتل الحقيقين للجندي رأفة دنبع نواصل هذه الحلقة لكن نبقوا معنا